همينا النهاردة جايين نحضر العرض الخاص لوش في وش شايفين طبعاً في كمية طبعاً بينك وبين ممضوح فكلمين عن العمل يعني طايسون حبيبي وصديقي وزميلي في الشغل وزميلي في الحياة وكل حاجة ببسط قوي في الشغل معاه برتاح وأنا بشتغل معاه بنطلع من بعد أحلى حاجة هو ممثل مش أناني بأي شكل من الأشكال بي دايماً بيخلي ثانية دايماً بيخلي الممثل اللي قدامه يطلع أحسن حاجة ودي أكتر حاجة أنا بحبها فيه متناسقين جداً تفكيرنا مع بعض في اختيار الأعمال ودي حاجة أنا بحبها قوي وبعدين قلبه أبيض قوي فبحبه جداً يعني عمالك الفرحة الأخيرة عن المشاكل الزوجية في المدى أو المسلسل في رمضان فشايفة دي حاجة مهمة بتقدميها الفترة دي بس أنا ما اخترتش أن أنا أقدم عمالين ورا بعض بيناقشوا نفس الحاجة وأنا شايفة أن كل واحد بيناقش القضية بتاعة الناس المتجاوزين ومشاكلهم بطريقة مختلفة واحد دراما جداً وواحد كوميدي جداً ممكن يكونوا الناس شايفة أن هي بتناقش نفس الأمبرالة بتاعة الموضوع ولكن هما بيناقشوا بطرق مختلفة تماماً وهرشة السابعة كان له دعوة أكتر بالمشاكل اللي ما بين الاثنين هنا إحنا يعني مسكين قضية واحدة اللي هي كلوا بالكوا من دخول الناس وما تبوش ودانيين للناس علشان تدخل للناس وتدخل للناس في أسراركو وفبتكو وكده ده أكيد هيقذي لمشاكل الكبيرة قوي يعني أبرز الكواليس الفيلم كواليس الفيلم طبعاً كانت مضحكة جداً بحكم إن إحنا 12 ممثل معانا بايومي فؤاد ومعانا ليسي ومعانا ناس يعني مصخرة جداً فطبعاً كانت الأجواء لطيفة جداً ضحكة جداً طول الوقت كنا عمو ما تتكلموش أخانها رجل بسطنا قوي في الكواليس بتاعة الفيلم الموضوع كان سعب جداً في الأول عشان إحنا 12 ممثل في نفس الوقت فإن إحنا نتجمع أصلاً ونركز عشان نخش نعمل مش هتدخد وقت أكتر موقف كانت صعبة بالنسبة لي لا ده مش نوع الفيلم اللي كان فيه حاجة صعبة نفسية يعني ده مش نوع الفيلم ده يمكن أكتر حاجة كان إن إحنا نمسك نفسينا ما نتحكش ومنتحكش والناس بتمثل حوالينا يعني كيف لساعة الفيلم مش فيها تشابه شوية مع المرشة السبايع؟ أنا لسه أردع السؤال ده هي رددعلي قوليلي بقى يعني الدور تفاصيل دوري كنتي كده يعني عشان الناس بتتحمس وتتخش الفيلم؟ بوث هي بنت مصرية شبهنا في سننا متجوزة مخلفة ولد الموضوع ملوش دعوة بالدور على قدم هو دعوة بالقضية اللي كل الناس بتتناقشها في الفيلم ده لا على فكرة وفقات العضاية من زمان من دلواتي قريش تقدمي دور ناس جاني؟ بالنسبة لي كان الجلد للنجاح والناس كانت يعني لا مش قوي بصراحة علشان عجبني تكون فعايز أقول لنا شوية ما هي الحاجات اللي أنت تقدميها تاني؟ ومش عارف انتو اللي قولولي الأظهار اللي عايتت تقدميها الأظهار التاريخية ما كنتيش عليها دخيار حاجات مختلفة أنا بحب أن نوع موسيقى